الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى في اللقاء الخمسين اسم الله الشهيد والشهيد على وزن فعيل وهو صيغة مبالغة والشهيد في اللغة معنى الشاهد أي الحاضر كما أن العليم بمعنى العالم فمن هو الشاهد؟ الذي العالم الذي يبين ما علمه ودليله في القرآن قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الشهيد هو الأمين في شهادته يشهد بما رأت عينه بدون زيادة أو نقصة والشاهد عكسه الغائب العرب يقولون فلان كان شاهدا لهذا الأمر أي لم يغب عنه والشهود هم الحضور الذين رأوا بأعينهما وقع ويقال استشهد بفلان أي طلبت شهادته لتأكيد خبر قاطع أو معينة ويقال استشهد في سبيل الله أو في سبيل كذا أي بذل حياته تلبية لغاية معينة لماذا سمي الشهيد شهيدا للعلماء في ذلك أقوال كثيرة نختار منها ثلاثة الأولى لأنه حي فكأن أرواحهم حاضرة شاهدة الثاني لأن الله ورسوله وملائكته يشهدون له بالجنة الثالث لأنه يشهد يرى عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة من نعم الله فما معنى الشهيد في حق الله الشهيد في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يغيب عن علمه شيء سبحانه مطلع على جميع الموجودات ويسمع جميع الأصوات ما كان خفيا منها وما كان معلنا ويبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها أحاط علمه بكل شيء وهو سبحانه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه يأتي السؤال ما الفرق بين أسماء الله الشهيد والخبير والعليم الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليها أبو حامد فرق بينه فقال إذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم هذا في المقصد الأسنى في كتابه المقصد الأسنى هل ورد اسم الله الشهيد في القرآن؟ نعم في آيات كثيرة منها قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم سورة الأنعام قال تعالى في سورة الإسراء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تعالوا بنا نتأمل في اسم الله الشهيد أولا الله جل جلاله رقيب على خلقه أينما كانوا حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد يسمع ويرى شهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة فهو على كل شيء شهيد شهادته سبحانه وتعالى تشمل العلم والرؤية والتدبير والقدرة إن تحركنا فهو يعلم وهو يرانا وإن تكلمنا فهو يسمعنا وإن أضمرنا شيئا في صدورنا فهو يعلمها سبحانه والله تعالى هو الشهيد على أفعال العباد وأقوالهم ويتجلى ذلك يوم القيامة عند المحاسبة وتقرير أحوال العباد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني أنا لا أريد أحدا يشهد إلا شاهد مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة وبالكرام الكاتبين شهودة قال فيختم على فيه يمسك فيه ما يتكلم فيقل أركانه انطقي قال فتنطق بأعماله إذي تقول عملت والعين تقول عملت والأنف والأذن وكل شيء قال ثم يخلي بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن يكلم جوارح أعضاؤه بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا من تأملاتنا في اسم الله الشهيد الله عز وجل شهد لنفسه بالوحدانية وقيامه بالقسط والعدل معنى آخر لإسمه الشهيد هو الذي شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط قال تعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله عز وجل لنفسه بأنه واحد أحد صمد لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا أحد مثله ليس كمثله شيء وشهدت ملائكة وأولو العلم بذلك فتضمرت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد ومعنى قائما بالقسط أي لم يزل متصفا بالقسط والعدل في أفعاله وتدبيره بين عباده يقول تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ابن جارين في تفسيره يقول يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون بنبوتك من قومك أي شيء أعظم شهادة وأكبر ثم أخبرهم بأن أكبر شهادة شهادة هو الله أكبر الأشياء شهادة هو الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من الساهو والخطأ والغلط والكذب أبدا مستحيل عن الله سبحانه وتعالى أيضا من تآملاتنا في اسم الله الشهيد بمعنى الشاهد هو عز وجل من يشهد ويستشهد هو تعالى يشهد على الخلق يوم القيامة وكذلك في الحياة الدنيا في قصة التاجر الذي استسلف دينارا من أخيه على أن يردها في موعد محدد وهي قصة طويلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلف ألف دينار فقال أتيني بالشهداء أشهدهم قال كفى بالله شهيدة قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلة قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة نقرها ثم أدخل في زجاجة ألف دينار ووضع هذه الزجاجة بعدما أحكم إغلاقها وضعها في الخشبة ثم وضع في الزجاجة ألف دينار وصحيفة ووضعها في الخشبة وأحكمها ثم ألقاها في البحر وقال اللهم هو بيلقيها قال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار أخذت من فلان ألف دينار سلف فسألني كفيلة فقلت كفى بالله كفيلة فرضى بك وسألني شهيدة فقلت كفى بالله شهيدة فرضى بك وأني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر يا رب هذه ودع عندك أوصلها لصاحبها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه يعني لم يراها ثم انصرف وكان يلتمس مركباً يخرج إلى بلده حتى يعطي هذا المال يعطي هذا المال لصاحبه هو فعل هذا وعنده يقين لكنه لا يدري أيقبل الله منه أم لا يقبل فخرج الرجل الذي كان أعطى هذا المال إلى شاطئ البحر وجد خشبة ملقاة على الشاطئ أخذها حطباً حتى يعني استدفئ بها في ليالي البرد فلما نشرها وجد زجاجة فيها صحيفة وفيها المال ثم قدم صاحبه الذي كان استلف منه المال وأراد أن يعطيه الألف دينار وقال والله ما زلت جاهداً في طلب مركبك مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال نعم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشداً ربنا وصل الرسالة بتاعتك كما قلت لأنك ارتضيته كفيلة قصة رجلين صالحين من بني إسرائيل اتنين بيسكون بلداً واحداً على ساحل البحر أراد أحدهما أن يسافر للتجارة ويحتاج لمبلغ ما عندوش المبلغ سأل الآخر أن يقرضه ألف دينار ويسدد هاله في موعد فطلب الرجل حضور الشهود قال له كفى بالله شهيدة فرضى بشهادة ربنا سبحانه وتعالى قال له هات كفيل قال له والله كفى بالله كفيلة فرضى بكفالة الله هذا يذل على إيمان صاحب الدين وثقة بالله وكمان الذي أعطاه مسافر المدين لحشته ولما اقترب موعد السداد أرد أن يرجع إلى بلد اللي يأخذ الدين لم يجد سفينة فتذكر وعده الذي وعده وشهادة الله وكفالته لهذا الدين فكر وجاب زجاجة وضع فيها ألف دينار وضع فيها رسالة وضعها في خشبة وأرفق معها الرسالة ورماها في البحر وواثق متوكل على الله مطمئن أنه استودعها من لا تضيع عنده الوداء وانصرف يبحث عن سفينة ولما جاء إليه صاحبنا صاحب الدين بيمشي على شاطئ البحر وجد الخشبة أخذها عشان يجعلها حطبا يستدفئ به فلما نشرها وجد الرسالة والمال فلما جاء صاحبنا ليرد إليه الدين قال له أن الذي استودعته المال قد رد عنك الدين انظروا إلى يعني قدرة الله وشهادته سبحانه وتعالى هو الشهيد وكذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم حجة الوداع يقول ألا هل بلغت قالوا نعم بلى قال ألا اللهم فاشهد اللهم فاشهد من كثير يقول في تفسير قول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت من عنه من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان طيب ما هو ثمرة إيماني بهذا الإسم الجليل يستحضر العبد شهود الله سبحانه وتعالى شهود الله له عند كل عمل ربنا يقول أو كلام أو نية يعقدها لا بد أن نستحضر الله عند كل عمل ربنا مطلع علينا قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علي يقول ربنا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد رقيب وشهيد يذل على إحاطته سبحانه وتعالى بكل المسموعات والمبصرات ما كان ظاهرا وما كان خفيا رقيب على ما ظار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ ومن باب أولى الأفعال الظاهرة إن الله كان عليكم رقيبا ويقول والله على كل شيء شهيد الإنسان دائما إذا عاش بذلك وشعر أن الله دائما معه بيصل إلى مقام الإحسان الذي يعبد الله كأنه يرى فإن لم يكن يراك فإن لم تكن ترى الله فإنه يراك أيضا من ثمار هذا الإسم العظيم الإيمان به مدافعة المعاصي فالمؤمن بمراقبته لله سبحانه وتعالى شديد النفور من الذنوب الجنيد يقول يسأل رجل بيسأل الجنيد بيقول له بما أستعين على غض البصر قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه لم يقين أن الله يراك أيضا يؤدي إلى دوام الاستقامة لأن شهادة الله سبحانه وتعالى ومراقبته دائما لا تأخذه سنة ولا نوم وشهادة الله سبحانه وتعالى على العبيد دائما وأكبر الشهادات قاطبة لما جاء أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أرنا من يشهد أنك رسول الله فإنا لنرى أحدا يصدخك ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر فأنزل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم هذا دفع إلى دوام التعبد والمراقبة والاستقامة فإن شهادته تعالى لا تغيب مع كونها أعظم الشهادات أيضا من ثمار هذا الإيمان بهذا الإسم الجليل اسم الله الشهيد تسكية النفس وطهارة القلب عندما يشعر المؤمن فأن الله تعالى شهيد على أعماله رقيب على خطراته وكوامن قلبه بيدفعه دفعا أن يطهر قلبه ومحال أن يتذنس قلب ملأه العبد بمراقبة الله عز وجل يقول سهل بن عبد الله التستري لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان سبحانه وتعالى أخيرا أن نتخلق بخلق الشهادة ألا نخاف في الله لوم تلائم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعديلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يملأ عقولنا حكمة وأن يملأ أبدالنا صحة وعافية وأن يجعلنا من الذين يصلون إلى مقام الإحسان بلطفه ومنه وأن يؤانسنا بقربه وأن يغفر لنا كل ذنوبنا صغيرها وكبيرها وظاهرها وباطنها وأن يجعلنا من عباده الصالحين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا